تعالوا نروح أيضاً لحاجة جميلة حاجة يعني إبداع يعني منتخب مصر لكرة اليد مش بهجة يعني رفع راسنا وشرفنا ودايماً بقى عندنا اللي هو عايزين نفرح طب نجيب بقى منتخب مصر لكرة اليد والتشريف اللي حصل ودي مش أول مرة الفوز بكأس أفريقيا لليد للمرة تمنى في تاريخه فدي حاجة الحقيقة بديعة جداً وإن منتخب مصر لكرة اليد يبقى ملك على عرش القرى السمراء زي ما انتم شايفين التشجيع كان عامل إزاي تم تتويجه طبعاً ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للمرة التمنى في تاريخه المنتخب كمان نجح يعني في التتويج بكأس أمم أفريقيا وزي ما قلنا دي للمرة التمنى في تاريخه عقب الفوز على الرأس الأخضر في المباراة النهائية والنتيجة كانت 37 لصارح منتخب مصر و25 لصارح منتخب تونس وعايز أقول لكم أنه يعني الفرق ده يعتبر يعني كبير صحيح بسرعة جداً أنت في الهاند بول أو في كرة اليد بتحرز أهداف بس ده يعتبر فرق كبير وأنه قدروا بالفرق الكبير ده أنه هم يحفظوا عليه بالشكل ده دي المرة طبعاً التانية على التوالي اللي بيفوز فيها منتخب مصر كرة اليد ببطولة أفريقيا ويكون تاني أكتر المتواجين باللقب بفارق لقبين خلف منتخب تونس وقد ينجح بإذن الله المنتخب الوطني في أنه يقلل الفارق ده يعني لقب لما يكون الفوز إن شاء الله في البطولة المقبلة في كاس الأمم الأفريقية والذي حيتم استضافتها في مصر مجدداً بإذن الله في 2024 واللعب كريم هنداوي طبعاً ده كان يعني أنا بيحضرني هنا على أنه طبعاً كان يعني هو الجول كيبر بتاع مصر باستخيله المفارقة كان بيلعب هو فيلم أولين كرة قدم يعني كان بيلعب كرة قدم ولكن المعلق لكرة اليد هو اللي أقنعه أنه يبدأ يلعب كرة يده ما كانش مقتنع أبداً في البداية شوف الإنسان لما يبقى ماشي في طريق وبعدين الدنيا تتغير تماماً فيروح للأفضل ده كان سنة 2009 أول ما بدأ إحنا دلوقتي يعني في 2022 فطبعاً فرق كبير جداً وبدأ يلعب ويتقلقوا بيسموه أسد الفراعنة في كرة اليد الحقيقة كلهم كمان اللعيبة محترفين ومهنيين وعدد كبير منهم الحقيقة محترف في دول كتيرة في العالم فأعتقد هم مشرفين وحقيقي يعني عملوا بحجة كده في مصر وسوشيال ميديا كلها الحقيقة حيتهم والناس في كل مكان حيتهم وبعين أول مرة كده يعني تمشي فدايماً أنت في الأهاوي البسيطة والناس دايماً كرة القدم طول الوقت لا بدأ يتغير أنت ممكن تلاقي على حتى الأهاوي البسيطة في الأحياء العادية والصعبية تلاقي كرة اليد الناس بتتفرج عليها وبدأوا يحفظوا أسماء اللعيبة والناس فده شيء حل وأنا بتيالي أن احنا هذا الفريق وهذا الاتحاد المنظم جداً يعني اتحاد كرة اليد منظم جداً نفضل طول الوقت بجد وراه وندعمه لأنه قد إيه مبهج ويستهلوا هذه الصورة الجماعية وهذا الكأس وهذا الاحتفال مبروك منتخب مصر كرة اليد لكل للاتحاد وللعيبة ولكل الفرق وجمهور اللي كان بيشجع كمان ترجمة نانسي قنقر